على مر القرون تقف معالم مكة شامخة تذكرنا بالمشاعر المقدسة وذكريات السيرة النبوية العطرة ومن أهم هذه المعالم المسجد الحرام أول مسجد وضع للناس في الأرض قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ومن معالم مكة غار حراء الواقع شمال شرقي مكة المكرمة وهو الذي نزل فيه الوحي وغار ثور وهو على بعد أربعة كيلو مترات في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام ولا تشرع الصلاة في هذين الغارين إذ لم يرد فضيلة خاصة في ذلك ولا تشرع زيارتهما تعبدها وأما الصعود إليهما بقصد للطلاع والاستكشاف فلا يمنع ومنها جبل عرفات ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو اثنين وعشرين كيلو مترا ومنها مسجد عائشة المسمى مسجد التنعيم فمن أراد العمرة من أهل مكة أو المقيمين فيها خرج إليه وأحرم منه لأنه أقرب الحل ولو أحرم من غيره من الحل كعرفة أو غيرها جاز ومنها مقابر المعلاة وهي أشهر مقبرة لأهل مكة في الجاهلية والإسلام وتقع في جبل الحجون على يمين المتجه إلى الحرم فما شرع فيه التعبد من المعالم كالمسجد الحرام فاغتنمه بالعبادة وما لم يشرع فيه التعبد كالجبال والغيران فلا تصل فيه فإن تخصيصه بعبادة بدها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد